مجزة بهم الأخبار من قناة عدن الفضائي أهلا بكم رحبت حالف دعم شرعية في اليمن باستجابة الحكومة والمجلس الانتقالي لطلب وقف اطلاق النار الشامل وقف التصعيد وعقد اجتماع بالمملكة للمضي قدما في تنفيذ اتفاق رياض وعودة اللجان والفرق السياسية والعسكرية للعمل على تنفيذه وبشكل عاجل وقال الناطق باسم التحالف العقية ترك المالكي في بيان ان التحالف يأسف للتطورات الأخيرة في عدد من المحافظات الجنوبية وادوا الاطراف كافة لإعلاء المصرحة الوطنية لليمن ومصالح شعبه وأمنه واستقراره وقف راقة الدماء الطاهرة وذلك من خلال الالتزام باتفاق الرياض وبعادة الأوضاع لطبيعتها في جزيرة السقطرة وقف اطلاق النار في أبيان وتجنب التصعيد في كل المحافظات اليمنية بما في ذلك التصعيد الإعلامي واضافة ان التحالف يرفض أي ممارسات تضر بالأمن والاستقرار وتخالف اتفاق الرياض في أي من المناطق المحررة أعلنت اللجنة الوطنية العلية لمواجهة وباء كورونا مستجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا خلال الساعات الماضية حيث تم تسجيل تسع عشرة حالة إصابة جديدة مؤكدة وكذلك تسجيل حالتين وفاء لإصابتين معلن عنها مسبقا بالإضافة إلى تسجيل تسع عشرة حالة تعافي وشفاء وذلك في محافظات عدن ولحج والضالع وشبوة وحضر الموتو بهذا يصل إجمالي عدد الحالات التراكمية المؤكدة المصابة بفيروس كورونا في بلادنا إلى تسمية و41 حالة إصابة مؤكدة بينها 256 حالة وفاء فيما بلغت حالة تعافي إلى 347 حالة تعافي حتى الآن لاقيها ما لا يقل عن 23 من ميليشي الحوثي الإنقلابية مصرعهم وجرح آخرون بنيران الجيش الوطني في جبهة صلب بمدرية نهم شرقي محافظة صنعها وأوضح مظر عسكري أن أبطال الجيش الوطني استدرجوا عناصر ميليشي الحوثي إلى كمين في إحدى شعاب جبهة صلب وأطبقوا عليهم الحصار من جميع الاتجاهات وأوقعوهم بين قتيل وجريح بالتزامن استادف طيران تحارف دعم شرعية بعدة غارات مواقع تجمعات وتعزات للميليشي الحوثية في جبهة الصلب ونجد العتق ومواقع أخرى في مدرية نهم وأسفلت الغارات عن خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشي ومنها تدمير ثلاث آليات وأربعة أطقم ومقتل جميع من كانوا على متنها شنت تقوى الجيش الوطني هجوما عنيفا على مواقع ميليشي الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران في محافظة الجوف مستهدفة مواقع الميليشي شمالي جبهة الجدافر وأسفر عن تكبيدها خسائر في الأرواح والعتاد بالتزامن استادفت مقاتلات وتحارف دعم شرعية بغارات مكثفة مواقع تجمعات للميليشي الحوثية في الجبهة ذاتها مما أدى إلى سقوط قتل وجرح في صفوفها بالإضافة إلى تدمير عتاد قتاليا تابعا لها في غضون ذلك أكد القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي أن قوات الجيش الوطني لقنت ميليشي الحوثي في جبهات محافظة الجوف دروسا قاسية وكبدتها خسائر كبيرة في صفوفها وأن أبطال الجيش قاتلون بمعنويات عالية وأشهد اللواء الوائلي بدور مقاتلات تحارف دعم شرعية التي ساندت قوات الجيش في المواجهات واستهدفت مواقع المتمردين وتعزاتهم وجهت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطهران تحارف دعم شرعية ضربة قاسية لميليشي الحوثي الانقلابية في جبهة قانية شمالي محافظة البيضاء وأوضح مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن أبطال الجيش الوطني والمقاومة تمكنوا من قتل مجاميع من عناصر الحوثي أثناء محاولتها التسلل إلى أحد المواقع في جبهة قانية وأوقعوا العديد من تلك العناصر بين قتيل وجريح فيما لذى من تبقى منهم بالفرارة وأشار إلى أن مدفعية الجيش استهدفت العناصر الهاربة وتمكنت من تدمير عدد من الأطقم ومقتل من كانوا على متنها فيما استهدف طهران التحارف بعدة غارات موقع تجمعات للميليشي الحوثية بذات الجبهة ودمرت عربات مدرعة وثلاثة أطقم الخبر الأخير في هذا الموجز قصفت الميليشي الحوثية الأحياء السكنية الجنوب مدينة التحيطة بمحافظة الحديدة بالقذائف المدفعية ثقيلة وقالت مصادر محلية إن الميليشي استهدفت الأحياء السكنية ومنازل المواطنين بقذائف الهاربة المدفعية مما تسبب بحالة منذعر الخوف في أوساط المدنيين لا سيما الأطفال والنساء وتواصل ميليشيات الحوثي خروقاتها اليومية للهدنة الأممية وانتهاكاتها في مختلف مناطق الحديدة أمام صمت وتغاضي من قبل الأمم المتحدة تجاه جرائم الميليشيات الحوثية الإنقلابية نهاية الموجز أشكركم طيب المتابعة للقاء